اهلا بكم جديد الى دائرة شرق الوحدة والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية هي اولى رسائل رئيس الحكومة البريطانية الجديد وزعيم حزب المحافظين ريتشي سوناك بعد فوزه بالمنصبين خلفا لليستروس التي استقالت من منصبها مؤخرا بعد تسببها باضطرابات في اسواق المال البريطانية سوناك قال ان بريطانيا تواجه تحديا يتطلب الاستقرار والوحدة وان اولوياته القصوى ستكون المقاربة بين توجهات حكومته وبين توجهات الشعب البريطاني الذي يطالب بخفض الاعباء الاقتصادية عن كاهله فاز اذا سوناك برئاسة الحكومة ليصبح اول مواطن من اصل هندي يصل الى هذا المنصب بعد منافسة للمرة الثانية فقد تنافس فعلا قبل شهر ونصف مع ترس على رئاسة حزب المحافظين والحكومة اثر استقالة بوريس جونسون الذي اطاحت به فضائح الحفلات خلال جائحة كورونا وجاء فوز تونك بعد انسحاب منافسته المرشحة بني موردونت من السباق غدا تاعلان جونسون ايضا انسحابه والاخر من المنافسة على زعامة الحزب ليصبح تونك وزير الخزانة السابق بشكل تلقائي رئيسا للمحافظين ورئيسا لوزراء في بريطانيا يذكر وان اسم ريتشي تونك برز في بريطانيا من خلال استلامه وزارة الخزانة وزارة المالية عام 2020 قبل جائحة كورونا فخطته انذاك ادت الى بقاء الشركات والوظائف صامدة في وجه الاغلاقات الصحية لنتعرف اكثر ونستمع بداية الى اول تصريح لرئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي تونك شكرا للمحافظ لذلك إنه مجموعة من قبل أن يكون لديه من مجتمع من القرآن وعن أعجب من المطلوبين لديه أعجب من الناس الأولى التي تستطيعها في مجتمع مجتمع لكن لا يفهمنا لا يتوقع نحن مجمع بالجمع للأخير نحن نحتاج الجزء والمجتمع وأنني سنجد أمام من مجتمع росperous priority – to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for children and grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility and will work, day in, day out, إذا فاز سوناك من دون ذهاب إلى انتخابات داخل الحزب الحاكم بسبب غياب منافسيه فمن هو ريشي سوناك؟ نتعرف إليه بشكل أعمق في هذا التقرير من أصول هندية مهاجرة ينحدر السياسي البريطاني ريشي سوناك البلغ من العمر 42 عاما سنوات دراسته في وينشستر كوليج ومن ثم جميعتي أكسفورد وستانفورد أهلته للعمل في القطاع المصرفي وجمع ثروة رفقة زوجته قدرتها صحيفة سوندي تايمز بنحو 900 مليون دولار نشاطه الاقتصادي لم يصرف نظره عن الاهتمامات السياسية التي عززها ببدء العمل لصالح حزب المحفظين عام 2010 أولى محطاته البارزة في هذا المضمار كانت حين اختير مرشحا للحزب في مجلس العموم ممثلا لريتجموند عام 2014 خلال عامي 2017 و2019 أعيد انتخابه للبرلمان وصوت خلالهما ثلاث مرات لصالح خطة رئيسة الوزراء تريزا مي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خضم سعي بوريس جونسون إلى قيادة الحزب عرف سونك بتأييده القوي له ما منحه رئاسة سكرتاريا في وزارة المالية ومن ثم حقيبة الوزارة بعد استقالة ساجد جافيد عام 2020 في غضون هذه الفترة الصعبة من جائحة كورونا تجلت سياسته عبر تأسيس برنامج دعم اقتصادي واسع نطاق خاصة قرابة 400 مليار دولار في شكل أموال طارئة للشركات فضلا عن دعمه رواتب العمال بهدف الاحتفاظ بالوظائف وتخفيف عبئ الإغلاق على الأفراد والشركات على حد سواء لنذهب إلى بعض التغريدات بعد انتخاب رشيد سونك رئيسا لوزراء بريطانيا طبعا على تويتر هذه النائلة كتبت تغريدة وقالت يحسب لسوناك إدارته اقتصاد بريطانيا خلال أزمة كورونا تحت حكومة جونسون عبر مساعدات ودعم للشركات والموظفين لكنه لم يختبر أزمة الطاقة الحالية أما عمر على تويتر أيضا كتب هذه التغريدة ترس تركت سوناك في حكومة خاوية الخزينة وهذا سيصعب عليه قيادة الحكومة خصوصا وسط الأزمات الاقتصادية العديدة داليا كتبت أيضا تغريدة تقول فيها وصول السياسي البريطاني ذو الأصول الهندية ريتشي سوناك إلى أعلى منصب سياسي على رأس الوزارة هو خطوة تقدمية للمحافظين إذن الكثير من الأسئلة والكثير من التحديات هذا من لندن السيد كريس دويل وهو باحث في الشؤون السياسية البريطانية يعرفنا أكثر على ماذا ينتظر ريتشي سوناك في الأيام القادمة أهلا وسهلا بك سيد دويل التحديات كثيرة هل تعتقد فعلا أن لدى سيد سوناك بعض الحلول التي سوف تكون مجدية فعالة في معالجة أهم المشاكل أهمها طبعا اليوم الطاقة والتضخم والمخاوف من الركوند ريشي سوناك بكل تأكيد يأتي إلى منصبه كرئيس الحكومة البيطانية ولدينا تضخم كبير حوالي أربعين مليار جنيه ستريني في فجوة تمويلية بالنسبة للمملكة المتحدة وبالتالي هناك خوف كبير في تطور هذه الأوضاع جزء من ذلك يرجع إلى الموقف الدولي وتداعيات جائحة كورونا وتداعيات العدوان الروسي ضد أوكرانيا لكن أيضا هناك جزء كبير من ذلك وإحدى الأسباب الأساسية التي جعلته يصبح رئيسا للوزراء في بريطانيا غدا بسبب الكارثة التي قامت بها سلفه فيما يتعلق بدوئها وما قام به كوازيك وارتينغ في أشعون المالية مع ليس جوس إذن إن ثقة الأسواق اختفت بين عشية وضحاها في الاقتصاد البريطاني وكان هناك انهيارا لقيمة الجنيه الستريني هذا الأمر سيستغرق وقتا لتهدئة الأسواق أولا ومن ثم استعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني ليصبح مجددا خيارا قويا للمستثمرين العالميين لكن أعتقد أنه من الواضح تماما بشكل كبير درغاية نقاط قوة ريشي سوناك وأين سيتوجه سيركز على الاقتصاد هذا أمر لا شك فيه وأمر بدأ بالفعل من خلال تسعة أيام فقط بتأكيد أقول هذا أمر هام في تعيين جيريمي هونتل كوزير المالية منذ تسعة أيام ما شهدنا هو أن كان هناك انعكاسا تاما لمسألة خفض الضرائب التي أدت إلى إخافة الأسواق وأدت إلى قلق أعضاء البرلمان ووضع الاقتصادي على حفة الهاوية إذن ستكون هناك حكومة رشيدة في الجانب المالي لن تقوم باتخاذ أو تقديم تعهدات لا يوجد تمويل لها سنرى بعض الإجراءات والتقشف الحكومي وخفض في الانفاق بصورة مؤلمة بالإضافة إلى رفع الضرائب في المستقبل هذا الأمر سيستغرق وقتا إلى أن يتم تصحيح المسار بالنسبة لإقتصاد البريطاني لكن هذا أمر يتوجه إليه بالفعل وفي هذا السياق أعتقد أن ريشي سوناكسي يكون لديه دعم حزب المحافظين أين سيواجه تحديات وانقسامات أكبر ربما معارضة في قضايا أخرى مثلا موضوع أيرلندا الشمالية والاتفاق مع الاتحاد الروبي وبرتوكول أيرلندا الشمالية هذا أمر سيشكل موضوعا شائكا بنسبة إله كذلك موضوع الهجرة وذلك التوتر بين الجناح اليمني في حزب المحافظين الذي يدفع بوقف كافة أنواع الهجرة غير المشروعة ووقفها تماما وخفض الأعداد بشكل كبير للغاية وهؤلاء الآخرين على الجانب الآخر الذين يقولون أن الاقتصاد البريطاني بحاجة ماسة لتخفيف بعض تلك الضوابط على الهجرة لتعزيز النمو لأننا بحاجة لعمالة ماهرة في الاقتصاد البريطاني لا بد أن نستورد هذه العمالة الماهرة من الخارج ذلك التوتر من شأنه أيضا أن يكون أمرا تمكن إدارته أو يمكن إدارته ولدينا الرئيس الوزراء 75 لبريطانيا العظمى إذن هو سيكون أمامه ولديه فترة جيدة تمكنه من أن يستقر أولا لكنها لن تكون فترة طويلة فلا يوجد الكثير من الصبر لدى البريطانيين وهناك أيضا ردة فعل شعبية لقد ملوا هذا ثالث رئيس وزراء نشهده منذ شهر سبتمبر إذن فالكل يرغب في أن يرى نوعا من عودة الهدوء والأوضاع الطبيعية ولا ننتقل من أزمة لأزمة أخرى ومن كارثة إلى كارثة أخرى إذن بريطانيا لم تعد حقيقة نرجو أن لا تصبح محطة سخيرة العالم سيد دويل شخصية سوناك السياسية تحديدا أتحدث عنها ليست نقية مئة بالمئة بمعنى أنه أيضا كان متورد بفضاء حفلات كورونا مع جونسون بأن استقالته من حكومة جونسون كوزير الخزانة تعتبر بأنها كانت هي القشة التي قسمت حكومة جونسون ودفعته إلى القرار التنحي والخروج ربما أيضا كان له دور اليوم في خلق المصاعب أكثر أمام تراس هل تعتقد فعلا أنه بعيد عن هذه المشاكل بمعنى هل يمكن اليوم أن يكسب ما وصفته بشهر العسل على الأقل على مستوى حزب المحافظين أم ترى بأنه يمكن أن نذهب إلى انتخابات عامة كما يطالب أحزاب المعارضة حزب العمان ريشي سونانك أعتقد أنه سيكون أمامه مهلة من الوقت لأن حزب المحافظين لا يرغب في الانتقال إلى انتخابات مبكرة بالفعل هذا سيكون أمام محيجا للغاية لحزب المحافظين وهذا أمر بالفعل كان هناك مسيرة نجاح على مدى مئة عام قوية للغاية لهذا الحزب لكن أعتقد أنه على رغمي أن هناك بعض الاختلافات حول هذا الحزب وهناك بعض الاختلافات مع يشي سونانك لكن الغالبية سوف تدعمه وبتأكيد أنت محقة في الإشارة لأن هناك مسئولية تقع على عاطقه في ربما التآمر على بوريس جونسون والتسبب في استقالاته في يوليو بعد الكثير من الأزمات التي تسبب فيها على الجانب الآخر هناك ستة عشر وزيرا حقيقة استقالوا تحت إدارة جونسون وكان سونانك واحدا منهم وبالتالي هو أغضب الكثير داخل الحزب في التسبب بهذه الأزمات التي لا تنتهي نعم ريشي سونانك لديه منتقدي أيضا ولديه معارضي ومن الواضح أنه عليه أن يفوز بهم ويفوز بدعمهم من خلال توفير ذلك الوجود الذي يضمن الطمأنينة ويستعيد الاقتصاد على مساره الصحيح وأن لا يكون هناك تلك الحلقة المتواصلة من الأزمات التي شهدناها سيد دول بأسفل المقاطعة بقيت معي دقيقة واحدة لابد أن أضيء على هذه النقطة عندما انتخب مثلا الرئيس أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك احتفالية كبيرة بأنه رئيس من أصول إفريقيا وصل إلى سدة الرئاسة اليوم هذا أول رئيس وزراء يصل من أقلية مهاجرة لمنصب رئيس وزراء نعم هو الأصغر سنا أيضا لكن الأهم أنه من هذه الأقلية ماذا يعني هذا بالنسبة لديمقراطية البريطانية بسرعة لو سمحت أعتقد أنه على هذا المستوى هذه علامة صحية للغاية فهو أول رئيس وزراء بريطاني ليس أبيض البشرة وهذا أمر جيد للغاية وأنه من أصول الهدية للأسف لم يتم انتخابه ولم يحظى بذلك التصويت الديمقراطي لكنه بلغ قمة الهرم السياسي وهذا أمر جيد يمكن أن يفخر فيه البريطانيون بأننا نعيش في بلد يمكن فيه تحقيق ذلك كل شكر لك هذا السيد كريس دويل باحث في شؤون السياسية البريطانية حدثنا من لندن كل شكر لك اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لبتابعة برنامج دائرة شرق معي أنا زينا يازجي ترجمة نانسي قنقر